بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الخامس ابتدائي مادة الرياضيات أحباي الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتثات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس العدد 26 أحباي الطلاب والطالبات سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا نميز شكل العدد 26 ثانيا نشير للعدد 26 ثالثا تمثيل العدد 26 رابعا كتابة العدد 26 إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 100 في النشاط الخامس إذن هيا نقوم بعد هيا نقوم بالعد إذن لدينا هنا مجموعة من الألبان إذن لدينا هنا مجموعة من الألبان سوف نقوم بعد هذه المجموعة إذن هيا نقوم بعد هذه المجموعة إذن لدينا هذه العلب علب الألبان سوف نقوم بعد هذه العلب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون إثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون إذن مجموعة هذه العلب ستة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن مجموعة هذه العلب ستة وعشرون إذن وهنا كم عدد هذه النجوم هيا نقوم بعد هذه النجوم إذن سوف نقوم باستخدام الإصبع هيا يا أحبائي الطلاب والطالبات نستخدم الإصبع إذن سوف نستخدم السبابة إذن ثم نقوم بالعد إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن سوف نقوم بالعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون إثنان وعشر ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون إذن أحبايا الطلاب والطالبات استخدمنا الإصبع بعد هذه النجوم إذن هيا نقوم باستخدام الإصبع بعد هذه النجوم أحسنتم أحبايا الطلاب والطالبات إذن هيا نكتب الرقم أو العدد ستة وعشرون بتتبع النقاط التالية إذن هيا نقوم نقوم بكتابة الرقم ستة وعشرون إذن هيا نقوم بكتابة الرقم ستة وعشرون بتتبع النقاط التالية إذن أحبايا الطلاب والطالبات في هذا التمرين سوف نقوم بكتابة الأرقام هيا نقوم بكتابة الأرقام المعروضة هيا نحضر ورقة وقلم إذن أحبايا الطلاب والطالبات هيا نقوم بإحضار ورقة وقلم إذن هيا نحضر ورقة وقلم ثم نقوم بكتابة هذه الأرقام إذن سوف نقوم بكتابة هذه الأرقام هيا نحضر الورقة والقلم ثم نقوم بكتابة هذه الأرقام إذن واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون إذن أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نصل الأعداد في العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني إذن في العمود الأول لدينا مجموعة من الأرقام ولدينا أيضا في العمود الثاني مجموعة من الأرقام هيا نصل الأرقام المتشابهة إذن لدينا هنا الرقم خمسة وعشرون إذن هنا الرقم خمسة وعشرون ستة وعشرون ستة وعشرون ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون أربعة وعشرون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا سوف نقوم بتلوين العدد ستة وعشرون إذن يا أحباي الطلاب والطالبات هيا نكتب أو هيا نلون العدد هيا نلون العدد ستة وعشرون إذن هيا نقوم بتلوين هذا العدد العدد ستة وعشرون إذن هيا نلون هذا العدد ستة وعشرون إذن هيا نقوم بتلوين هذا الرقم إذن هنا الرقم ستة وعشرون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نقوم بكتابة الأعداد من الرقم واحد وحتى العدد ستة وعشرون إذن هيا نقوم بكتابة الأرقام من واحد وحتى العدد ستة وعشرون بشكل متسلسل إذن هيا نقوم بكتابة الأعداد هيا نحضر ورقة وقلم إذن هيا نقوم بإحضار ورقة وقلم وكتابة الأرقام من 1 وحتى الرقم 26 بشكل متسلسل إذن هيا نكتب واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، أربعة وعشرون، خمسة وعشرون، ستة وعشرون إذن أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن يا أحباي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا لدينا هذه الأشكال إذن سوف نقوم بتمثيل العدد ستة وعشرون على هذه الأشكال إذن لدينا في العمود الأول هنا في العمود الأخضر هذا العمود يمثل الرقم عشر عشر إذن عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون إذن مجموع هذه الأشكال هي ستة وعشرون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أشكركم يا أحباي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسين آخر شكرا للمشاهدة